تستمر أنقرة في تهديد الأمن والاستقرار الإقليميين باستراتيجيتها التوسعية في الدول العربية فالتواغل العسكري التركي في المنطقة لم يعد قصرا على الشمال السوري والعراقي بعد أن طوى النسيان حجة محاربة حزب العمال الكردستاني مع اتجاه الأرتال العسكرية التركية صوب ليبيا الدور التركي في ليبيا لم يعد يقتصر على تقديم الدعم السخي للميليشيات التي تقاتل في صفوف حكومة السراج أو على نقل آلاف المرتزقة السوريين إلى ليبيا من أجل عرقلة الجهود العسكرية التي يقوم بها الجيش الوطني الليبي لتحرير البلاد من الجماعات الإرهابية بل امتدى الاتفاق وزير الدفاع التركي خلوصي أكار مع حكومة السراج على إنشاء قاعدتين عسكريتين جوية وبحرية القاعدتان التركيتان في ليبيا في مصراطة والوطسيا سبقهما قاعدة تركية في العاصمة القطرية الدوحة منذ عام 2015 وهي ما تمثل تهديدا لدول مجلس التعاون الخليجي وأخرى في العاصمة الصومالية مقديشو في محاولة للسيطرة على القرن الإفريقي وممر البحر الأحمر التجاري هذا بالإضافة إلى أكثر من 15 نقطة تفتيش عسكرية في العراق تتركز في إقليم كردستان وصولا إلى بعشيقة قرب الموصل إلى جانب 12 نقطة عسكرية في سوريا في مناطق الشمال والشمال الغربي في إدلب وحماه وحلب وإعزاز والباب وجرابلس وعفرين ويرى مراقبون أن تركيا بإنشاء هذه القواعد تفتح الباب واسعا أمام إشعال الإقليم وزعزعة استقراره خاصة مع الأخذ في الاعتبار نهمة تركيا للتنقيب عن النفط والغاز شرقي البحر المتوسط متحدية بذلك كل القوانين والاتفاقات والأعراف الدولية